موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن الجدل الذي أثارته لائحة الاتحاد الأوروبي حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر فيها لائحة سابقة أولى صدرت في نوفمبر 2019 وكان الرئيس عبد المجيد تبون حينها في ذلك الوقت كان مرشح للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 ورد عليها بهذا الكلام اليوم البرلمان الأوروبي أدان في الجزائر قالوا دين ما يجري في الجزائر والاعتقالات وكذا 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 كان أحلى وكان جوا يخذوه صح من أجل الشعوب كانوا يدينوا إسرائيل اللي رح ضل تقتل في الفلسطينيين واش دخلوا فينا احنا واش حلالنا في القمع رحنا عايشين في بعضنا بعض تسع سهر تسع شهر والمسيرات ماشية في الجزائر ولا قطرة الدم وتحت الحماية انتهى الجيش الوطني الشامي بتحقيق المسيرات صارت ضجة أحساب تندد وتعتبره تدخل أجنبي في الجزائر ورفعت من عقيرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وما إلى ذلك من ثلاثل هذه الأمور هذا الموضوع ننظر إليه من ثلاثة زوايا الزاوية الأولى بالنسبة للاتحاد الأوروبي الزاوية الثانية بالنسبة للجزائر والزاوية الثالثة بالنسبة إلى المضال الحقوقي فيما يخص واقع حقوق الإنسان في الجزائر أولا من ناحية الاتحاد الأوروبي كما نعلم بأن هذه اللائحة جاءت في إطار قامت بها مجموعة من النواب الفرنسيين وصبقوا أن حركوا هذه اللائحة وصدرت هذه اللائحة وهي غير ملزمة على كل حال تقدم وبعد ذلك يصدر قرار فيها وهي غير ملزمة لا للاتحاد الأوروبي ولا للدول عندما يتحرك نواب من فرنسا معنا هذا الأمر يرتبط من جانب الآخر بطبيعة العلاقات بين الجزائر وفرنسا هذا من جهة من جهة أخرى أن هذا التحرك ليس سببه حقوق الإنسان بالفعل الاتحاد الأوروبي عندما يتحرك والهيئات الدولية دائما تستعمل حقوق الإنسان من أجل تصفية حسابات أخرى وتحقيق مصارع أخرى ليس لها علاقة بحواق حقوق الإنسان وهذا هو للأسف الشديد الذي يحدث ويتمثل أساسا في التجارة التي صارت تستعمل من طرف منظمات تتاجر بواقع حقوق الإنسان ومآسي الشعوب والأمم أيضا معارضات سياسية تستغل ملف حقوق الإنسان دول تستغل أيضا ملف الحقوق الإنسان ضد دول أخرى ليس دفاعا عن حقوق الإنسان لو كان الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان لا قلنا ما عليه ولكن الأمر يتعلق بأوراق ضغط فقط تستعمل من أجل تحقيق مصالح تتعلق بالدول وليس تتعلق بالحقوق والحريات كما يدل لذلك ملف حقوق الإنسان عندما يستعمل من طرف الاتحاد الأوروبي أو من طرف الأمم المتحدة أو من طرف جامعة الدول العربية أو أي هيئة من الهيئات الدولية أو حتى من طرف الدول والحكومات فهو دائما ما يستعمل في إطار الضغط من أجل تحقيق المصالح كما قلنا وليس الدفاع عن الحقوق والحريات فتوجد مآسي كثيرة توجد انتهاكات لا تحصى وتعد في فلسطين توجد انتهاكات لا تحصى ولا تعد في سوريا وما إلى ذلك من الانتهاكات وفق معايير القوانين الدولية وفق الموافق والمعاهدات التي وقعت عليها الدول وصادقت عليها في إطار هذه القوانين التي صارت تحكم منظومة المجتمع الدولي إذا عدنا إلى هذه اللائحة التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي فهو يدعو للتحرك في مجال حقوق الإنسان ويعبر عن تضامنه مع المتظاهرين سافي 27 إن صدرت هذه في نوفمبر وهذا ما نشرته مثلا موقع منظمة العفو الدولية أمنيستي انترنسيلا لو عدنا سنجد بعض الأمور المهمة جدا التي يجب أن ننتبه إليها أن القضية ليست تدخل شوف مثلا يقولك بموجب المادتين خمسة ثلاثة واحد وعشرين من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة الثنين من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وضع حقوق الإنسان بما تتضمنه من احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان معناها من هذا المنطلق أن الجزائر لديها شراكة ونعرف ما يحدث في هذه أزمة الشراكة وتطوراتها والسوق الحر وما إلى ذلك لا نريد أن نخوذ في هذا الجانب الاقتصاد الجزائر أصلا لديها اتفاقية شراكة ومن بنود هذه الاتفاقية أنه يكون هناك للاتحاد الأوروبي مواقف فيما يخص حقوق الإنسان وأن الجزائر يجب أن تحترم الموثيق الدولية وحقوق الإنسان إذن إذا كان أنت أصلا مشيت وعملت معهم هذه الشراكة منذ 2005 والاتحاد الأوروبي أرسل حتى مراقبين لمراقبة الانتخابات الجزائرية عندما يأتي مراقب من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات هذا مش تدخل وعندما يصدر تقارير يشيد بأشياء تحدث في الجزائر هذا مش تدخل ولكن عندما يتحدث عن واقع حقوق الإنسان اللي فيها تجاوزات يجب أن نقر بهذا الأمر فيها هناك تجاوزات وفقا للمعايير الدولية هناك تجاوزات وهناك أحيانا قضايا لا توجد فيها تجاوزات ولكن طريقة التعامل النظام والمنظومة القضائية في تعاملها مع هذه القضايا حولتها إلى تجاوز رغم أن القضية عادلة والناس هادم ارتكبوا ما يجرمه القانون ولكن الطريقة التي تعاملوا بها والأشياء والإجراءات التي اتخذت حولتها من إجراءات قانونية إلى إجراءات انتهاكية للمواثيق والقوانين الدولي هذا للأسف الشديد لذلك أن الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز حقيقة أن أنت الذي سمحت له يتجاوز أنت أصلا ذهبت وعملت معاها اتفاق شراكة ومن بين اتفاقية الشراكة أنك تحترم حقوق الإنسان وتحترم المواثيق الدولية وتحترم القوانين الدولية وما إلى ذلك من هذه الشروط التي وضعتها معناها عندما يراك وفق المعايير الخاصة به أو وفق المنظمات الناشطة في الجزائر والناشطين الحقوقيين أوصلوا لهم ملفات في هذه الحالة مما أنت سمحت له أنت الذي سمحت له يصدر هذه اللائحة حقيقة هذا من جانب من جانب آخر أن الاتحاد الأوروبي يمارس الكيل بمكياليل في الجزائر مثلا في الوقت الذي أصدر فيها تلك اللائحة المتظاهرون في الجزائر لم يتعرضوا إلى التعنيف هذا في 2019 في حين كانوا لأصحاب سترة السفراء يتعرضوا لشدة أنواع العنف في فرنسا ورغم ذلك لم يصدر أي لائحة ولم يطالب السلطات الفرنسية باحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولا أي شيء لم يتحدث عن هذا لم يتحدث عن التجاوزات التي ترتكبها دول أوروبية خارج حدودها ومن بينها فرنسا في دول أفريقية ارتكبت الكثير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي تتنافى مع القوانين الدولية ورغم ذلك لم يتحدث عنها الكل يكيل بمكياليل إذن الاتحاد الأوروبي النظام الجزائري في عهد بوتفريقة هو الذي سمح له كي يتدخل في الشأن الداخلي هناك نقطة مهمة وتقتضي أن نتكلم عليها الآن رغم أنها في عامل العمل الحقوقي أن الحديث عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ليس تدخلا في الشأن الداخلي عندما تتحدث دولة أو يتحدث منظمات أو هيئات دولية عن احترام حقوق الإنسان في دولة معينة لا يعتبر تدخل في الشأن الداخلي عندما تقول يجب على الدولة الفلانية أن تحترم المواثيق هنا حق التظاهر عدم متابعة الناشطين إطلاق صراحة معتقلي الرأي هذا لا يعتبر تدخل هذا عندما يأتي من هيئة ولديها وهذه الهيئة لديها صلاحية مراقبة احترام الدول للمواثيق الدولية ولكن أن تأتي من دولة تقول الدولة الفلانية أطلقي صراحة فلان أو علان هذا يعتبر تدخل في الشأن الداخلي يجب أن نفرق ما بين الواقع الحقوقي والعمل الحقوقي والتدخلات التي تحدث للأسف الشديد أضرت بواقع حقوق الإنسان أنا تكلمت عن الاتحاد الأوروبي وقلت لكم بأن الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالي وأن كل لوائحة التي تحدث ضد الجزائر أو تستهدف الجزائر أو تتكلم عن الجزائر غالبا ما يقف خلفها نواب من فرنسا وهذا مما يوحي أن الأمر يرتبط باتفاقيات اقتصادية ونحن شفنا أنه اتفاق الشراكة من المفروض يكون حيز التنفيذ إذ فيما يخص المنطقة الحرة وما إلى ذلك من هذه الإجراءات فول سبتمبر 2020 ولكن الجائحة أجلت أجلت هذا تنفيذ وحتى أن الرئيس تبون طالب بمراجعة هذه الاتفاقيات الثنائية ومن بينها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إذن أنه الاتحاد الأوروبي بقدر حقيقة يستغل هي الجزائر حدثت فيها تجاوزات حقوقية بلا أدنى شك كل الدول فيها تجاوزات حقوقية هناك الدول التي تسعى إلى تجاوز هذه التجاوزات وتصحيحها ومعاقبة من يرتكب هذا التجاوز وهناك دول أصلا منهجة هذه التجاوزات وتختلف ما بين الدول فيما يخص الجزائر هناك ملفات تتعلق بالقانون الدولي في منطق القانون الدولي تعتبر انتهاك الحقوق الإنساني أمر آخر أن واقع الحقوقي في الجزائر ليس سيئا لدرجة البؤس كما يراد تصويره وليس جنة موعودة كما يراد تصويره من طرف البعض هناك تجاوزات حدثات وهناك تجاوزات ما زالت تحدث هناك ناس سجنوا بسبب أراءهم وموقفهم وهذا يتنافى مع القانون الدولي هناك الذين دعوا إلى التظاهر والتظاهر حق دستوري دستوري وتم توقيفهم وتم ملاحقتهم وهناك من لفقت لهم تهم وهناك من تورطوا أيضا في قضايا تتعلق بالحق العام ويجري التسويق لها على أنها قضايا تتعلق بالرأي الأمور هكذا والدولة المشكلة في الدولة الجزائرية هي مشكلة اتصال دائما أقول أن مشكلة الدولة مشكلة اتصال عندما يتم من المفروض يتم توقيف شخص هذا الشخص لديه دعاية إعلامية وشخصية معروفة يجب الدولة هنا أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الموقف مثلا شخص أو إعلامي قد يتورط في أشياء أخرى مخالفة للقانون مش معناها أن صحفي لا يحق للدولة متابعته ولا القانون متابعته لا إذا لا يجوز متابعته على سبب كتاباته ولا بسبب مواقفه السياسية ولكن عندما يكتب أشياء تمس بأعراض الناس هنا طلع القضية لا تتعلق بالكتابة عندما يفتح صفحة فيسبوك وما يحترم عرض حد وما يحترم إنسان أيضا في هذه الحالة الأمر سيء جدا وللغاية ويجب أن يعالج وفق القوانين اللازمة فلذلك ليس كل صحفي أنه فوق القضاء هناك صحفيين تورطوا في قضايا فساد هناك من عندهم مؤسسات إعلامية في هذه الحالة يجب أن يلاحق يلاحق قانونيا وبالحق العام ولكن يجب أن تكون هناك همزة تواصل على قاعدة صحيحة حتى لا تكون الدولة في حيصوبيس كما يقول أيضا هذا من جانب الاتحاد الأوروبي لذلك الاتحاد الأوروبي يستعمل حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول والجزائر من الدول التي يستهدفها وفي ظل أن الدول الاتحاد الأوروبي هي التي استفادت من قانون الشراكة أو اتفاق الشراكة مع الجزائر وخاصة أن مليارات استوردتها الجزائر كبضائع وغيره في حين أن الدول الاتحاد الأوروبي ملايين فقط يعني ما لحقت حتى أرقام لا تقارن مع الأرقام العكسية لذلك منطق التجارة الحرية يجب أن يكون هناك توازن ما بين الطرفين ليس طرف يستفيد وطرف لا فائدة منه هذا منطق اقتصادي أنا أتكلم الآن على أن المنطق الاقتصادي هو الذي يؤثر على القرارات فيما يخص هذه القضايا وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان إذن أما الطرف الثاني فيتعلق بالنظام الجزائري النظام الجزائري عندما يصدر شيء من هيئات دولية يشيد تجدها في وسائل الإعلام بالبنط العريض ويشيد الجزائر أشاد بها الاتحاد الأوروبي وأشاد بها نائب في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة وجمعية طربية الذبان في البرازيل قالت على الجزائر خيرا وجمعية طربية المواشي في دولة اللطوز وراهي قالت هكذا وكنفوشيا وجمعية ما تش نعارف ويش فيه كنفوشيا هاي واش قالت هذا معندما يذكرون الجزائر بخير يذكرون أشياء عن النظام بخير ولكن عندما تأتي جهة تنتقد يقلبون الدنيا ولذلك لاحظنا أحزاب مثل حزب جبهة التحرير أرندي هذه الدكاكين الحزبية أصلا اللي هم حقوق الإنسان ولا شيء همها كل رئيس جيسف قول هذه هو يسقط هو ما يرفسوه يشبعوا فيه سب ويمدحوا اللي بعده كانوا يسبحوا بحمد بوتفليقة راح بوتفليقة راولوا يتكلموا كل على العصابة ويسبحوا بحمد تبون ويروح تبون رايح نفس الشيء مع اللي يجيوا هذا هو شعارهم وهذا هو عمل هذه الأحزاب ما جاوا لائحة الاتحاد الأوروبي دخل سافر في شؤون الدول الجزائر هي اللي سمحت للاتحاد الأوروبي كي يتدخل فيها لماذا؟ عندما تروح تمضي اتفاقيات شراكة مثل هذه لتخدم بها اقتصاد بعض الأطراف ومنها فرنسا لا تراعي هذا الجانب هم بعد ما يتفهموش معاك هم يتحركوا وفق هذه الاتفاقية اللي ما بينك وانت تبدأ تطبل وتزمر على أنه تدخل في شؤون الدول لا ما هي هكذا التدخل أنت اللي سمحت له والمبالغة في تحويل مجرد لائحة غير ملزمة صدرت على الاتحاد الأوروبي وأعطاها كل هذا النفو كأنها مؤامرة عالمية على الجزائر هذا المنطق لا يبني الدول من المفروض أهو أصدر لائحة وضع فيها عيثيات بعض المعتقلين روح أنشر ملفاتهم قال لك خالد درارني هذا الصحفي الموقوف وليجب إطلاق صراح ورغم أن لغة يجب إطلاقه فورا في منطق الدول تدخل الاتحادات والهيئات والدول تطالب مثلا أن دولة معينة يكون هناك موقوف معين شخصية معروفة مثلا ولا إعلامي شهير ولا حاجة بعض الدول أنها تسانده ونحن كدولة نساند هذا الموقوف ونناشد الدولة الجزائرية بإطلاق صراحه إذا لم يكن هناك ما يتنافى مع القانون مثلا ولكن أنها تطالب وتأمر هذا يعتبر تدخل المنظمات الحقوقية ولا الدول تطالب بها تأمر بعضها البعض لا أبدا ما هو هذا منطق لذلك أنا أقول بأن النظام الجزائري يحول هكذا البعبة لا 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 تحول كأن هناك بعبة هناك تجاوزات حقوقية هناك ناس لو نفتح ملف ما يحدث في المخافر وما يحدث في السجون حقيقة تراجع على ما كان عليه مثلا في التسعينات في التسعينات والانتهاكات وكانوا جمعة الديارس يدخلوا الأحباس وأنا أعدت تقرير في 2008 وكان سبب أصدروا لمذكرة توقيف دولية أنا ذاك كشفت فيه كيف جمعة الديارس يدخلوا إلى السجون للعيادات ويجلبوا المساجين إلى العيادة ويعذبوهم وكنت شاهد عيان عليهم وذكرت حتى الأسماء في التقرير أصدرت عن أحدى المنظمات الحقوقية هنا في أوروبا ولكن الإشكالي يوين أن هناك تحسن بلا أدنى شكل الوضع لم يكن كما كان هناك الوضع أيضا الوضع الجزائري كما تعلمون متفجر هناك مظاهرات هناك تحولات كبرى هناك عصابات أيضا ما زالت تستغل هذه الظروف لتحقيق مأربية كل هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ولكن تحويل هذه القضية إلى كأنها عبارة عن مؤامرة عالمية عن جزائر هذا منطق الأنظمة الشمولية التي تجاوزها الزمن الهيئات الدولية تصدر حقوق وتصدر تقارير عن بعضها البعض طبيعي جدا ولكن تعتبر أن التدخل عد إلى الأصل أنت مضيت معهم اتفاق شراكة قلت لهم بأنني أحترم حقوق الإنسان وهو من مبادئه ومن مواد أصل التأسيسية التي تخصه أنه يراقب حقوق الإنسان في بعض الدول التي تكون عندها شراكات مع بعض في هذه الحالة من المفروض أنت أرجع اللب لا أنا نمضي معاك اتفاق شراكة ولكن لا أسمح لك أن تتدخل في أي شأن يتعلق ببلدي قضية حقوق الإنسان أنا منضي اتفاقيات وصدقت عليها وأحترمها وملزم على احترامها وليس ملزم بها كضمان حتى يكون لي اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهذه الإشكالية أنت اللي فتحت له أنت فتح له الباب من هنا ومن هنا تحرك لي في منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية للتنديد بالتدخلات في شأن الجزائر هذا غير منطق أبدا أنا المنطق الذي أراه بأن الدول التي ينتعش فيها النظار الحقوقي والدول التي تجد المنظمات الحقوقية دور فيها هي دول تضع نفسها في سكة القوة بلا أدنى شك ولكن أيضا هناك نقطة أخرى أنه باسم حقوق الإنسان صارت ترتكب الكثير من التجاوزات باسم حقوق الإنسان تجده يتعامل مع دول خارجية يتعامل مع جهات هو يلقى عليه القبض هو يقول لك لا أنا صحفي ولا أنا ناشط سياسي ولا أنا ناشط في المجتمع المدني هذا انتهاك كذا 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 بلا أن هناك من يستغل هذه الثغرات من أجل تحقيق مآرب وعندما يقع في الفخ يستعمل حقوق الإنسان ولكن في المقابل هناك تجاوزات لذلك على الدولة أنها تعمل مرصد حقيقي هذا المرصد هو الذي يراقب حقوق الإنسان مش مرصد عبارة عن دكان حقوقي فقط يزوق للسلطة حتى لا يغضب هذا أبدا أمر صد حقوقي فعلي يراقب حقوق الإنسان عندما تكون هذه الهيئة موجودة هنا تغلق الأبواب على كل الجهات الخارجية أنا شخصيا أرى بأن الاتحاد الأوروبي يتدخل في الشأن الجزائري فرنسا تتدخل في الشأن الجزائري إمتى الاتحاد الأوروبي طالبك من هنا بالإفراج عن بعض الموقفين وكذا وكذا أقمت عليها الدنيا الرئيس الفرنسي ماكرون قال بأن الجزائر في مرحلة انتقالية ولا حزب سياسي حلفهم وانهي الهن السيادة وانهي عدم التدخل وعنش ما قلتوش الماكرون بأي حق لك أن تتكلم في هذا يجيك وزير خارجية يدير ندوة صحفية في الجزائر يؤيد الدستور يعلن عن تأييد الدستور ومباركته لما يبارك الدستور ورغم أن الدستور شأن داخلي جزائري هذا ليس تدخل ولكن واحد لو ينتقد الدستور للتدخل لا التدخل في المديح وفي المدح والقدح نفس الشيء لا أقبل لك أن تتدخلي في شأن الجزائري سواء مدحا أو قدحا هذه الدول القوية هذه الدول القوية أما الدول الهشة لأنظمتها أصلا ليست لها شرعية وأنظمتها تعيش على وقع ما يقال فيها هنا أو هناك أعتقد بأنه دائما سيتدخل في شأنها الصغار وليس الكبار فقط لذلك إخواني الكرام أقول بأن هذا الجدل المصنوع حول هذه اللائحة أعطي أكثر من حجمه الجزائر أمامها تحديات أكبر من الانشغال بلائحة تصدر على الانتحاد الأوروبي خلي عندك سفير في بروكسل أكسل هو الذي يتصرف بهذا الأمر بدل أن حزب جبهة التحرير الأرندي يعملوا بيانات وينددون ويحشدون الرأي العام خليهم يشتغلوا في مجال آخر آخر الجزائر أمام تحديات كبيرة الرئيس غائب مريض شفاه الله وعافاه جائحة كورونا راهي يوميا تحصد أرواح الناس الوضع الاجتماعي متدهور روحوا وشوفوا الناس ماذا يعانون في ظل هذا الغلق وفي ظل هذا الوباء الناس اللي كانت لقمة عيشه بسبب تاكسي سيرفيس يخدم بيها رو ما عندوش بش يوكل اللي كان عامل يومي يخرج الصباح العشية يجيه كانش ما يجيه بلقمة عيش ولاده ما عندوش بش يوكل محلات بسيطة وناس عندهم كرارس يبيعوا في الخضرة راهم في حالة يرثى لها الناس ما يقدرش حتى يروح للبريد يجيب فلوسه الوضع بائس جدا خنشغلوا بهذا الأمر ما كان جيه تغطي على هذه الأوضاع وتصنع هذا البعبع كأن الاتحاد الأوروبي راه يحشد في دبابات وفي حلف الناتو بش يدخل في الجزائر هذا كلام فارغ هذه لائحة لا قيمة لها غير ملزمة فيها دعاية إعلامية أكثر مما هي افتح مجالات الإعلام أم لتتناقش هذه اللائحة بموضوعية بموضوعية في مؤسسات إعلامية جزائرية تجيب العراء المختلفة من يرى أن هناك انتهاكات ويرفض هذا التدخل الأوروبي وهناك من يرى أن لا انتهاكات ويرفض التدخل في الاتحاد الأوروبي التدخل الاتحاد الأوروبي وفيها أيضا من يرى أنه الانتهاكات موجودة ويقبل بأن الاتحاد الأوروبي يتدخل وتدخل الاتحاد الأوروبي راه جاء في ضوء اتفاق بين النظام الجزائري وهذا الاتحاد وليس بأشياء أخرى لذلك لا داعي إلى هذه المبالغات التي لا معنى لها وتضر أكثر مما تنفع هذا ما أردت أن أعلق به على لائحة الغير ملزمة التي صدرت عن البرلمان الأوروبي وإن شاء الله ألقاكم في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله